أهلاً بحضراتكم الجديد ما تخافش على الأهل الطول ما الأهل يا جماعة ما بيطلبش إلا بالنظام عندك لايحة تطبق وتنفذ وأول حد تطبق عليه هو النادي الأهلي ويبقى سعيد ومبسوط بيها جداً بس اللي يطبق على النادي الأهلي يجب أن يطبق على غيره وعلى الجميع إذا كنا فعلاً نوين نمشي صح لأ بس أنا دلوقتي ممكن أخاف على الأهلي أيوة؟ مطلقاً من كلامك من العشوائية ما أنت مش كل يوم التاني تفاجئني بقرارات مش الأهلي بقى تفاجئ نظام الكرة بقرارات مطلوب إنه يزبط نفسه عليها فوراً عشان كده كانت ضربة البداية مقالي ومقاله العشوائية سوبر وهقول لكم ليه العشوائية سوبر كرة المصرية جماعة اتحاد الكرة بينظم كاس مصر وكاس السوبر وربطة الأندية المحترفة بتنظم الدوري الممتاز وكاس الرابط البطولة الجديدة يبقى كاس السوبر عند مين؟ عند اتحاد الكرة اتحاد الكرة بيعمل الكاس السوبر من سنوات بعيدة بين بطل الدوري وبطل الكاس إذا تكرر يعني كان بطل الدوري هو بطل الكاس بياخد الوصيف وإذا اعتذر بطل الدوري الكاس بياخد التالي التالت وشوفنا بعض المرات الزمالك وهو بطل الكاس بيلعب الخامس أو السادس وربما مرة المحلة كان سبع الدوري ولعب ماتش السوبر لأنه الستة اللي فوقوا منه اعتذروا والمسألة واضحة وماشي سنة اللي فاتت الأهل المفروض يلعب مع الزمالك مباراة السوبر في الإمارات الشركة الرعية نزلت التذاكر اتبعت التذاكر مدرج الأهل ومدرج الزمالك وتم تسويق اللقاء بالكامل أهل زمالك وإذ فجأة قبل المباراة تقريبا ب72 ساعة الزمالك صمم أنه في حال مشاركة محمود عبد منعم كهرباء مع الأهل أنا مش هلعب على فكرة كهرباء لسه بيلعب لغاية دلوقت بس مش ده الموضوع وقدم الزمالك بار وقدم الزمالك بس مش ده الموضوع المهم إنه الزمالك ننفذ قراره ومراحش تحاد الكرة قعد يعدل ويقلب نعتبرها انسحاب نعتبرها اعتذار نعتبرها زي ما نعتبرها المهم تم استدعاء بيرامدز شارك بيرامدز في المباراة وفاز الأهل باللقب السوبر ليه أنا بقول لكم العشوائية سوبر لأنه اللي اتحاد الكرة حاطتها اللي هو صاحب البطولة واللي هو المفروض أول واحد هينفذها عنده بند واضح وصريح في حال الانسحاب من مباراة السوبر الغرامة مليون جنيه ويعاقب الفريق بالحرمان سنتين هنا ما احفصروش عن الانسحاب آية حرم سنتين من هزه المساعدة لا لا يا صاحب البراهيم غير ما يفصر لا لا فكرة انه هم ما قالوش واعتذار والانسحاب مش عايزين يعني ساعد ايجاد مخرج ليهم الانسحاب الاعتذار قبل ان تبدأ المراسم والاجراءات الانسحاب عندما بدأت انت بتقول اتبعت التذاكر اتبعت التذاكر ما فيش حاجة اسمع اعتذار هنا الا في حالة واحدة بس لقدر الله في حالة حدوث كارثة تحول دولا المشاركة ودي اللي بيقدرها الاتحاد مش صاحب الشاء ايه واخد بالك فانت ماينفعشي تيجي تقول لي انا وخصوصا ان اعتذار انسحابك كان مشروط بان اللعيب ياخد عقوبة او مايشتريكش قدامك ايه واخد بالك اول مرة شوف الزفلال اللعب وداما انا مش هلعب يعني حتى ده سبب للاعتذار او للانسحاب مفيش كلمة اعتذار هنا مسحة من القموص خالص الاعتذار زي ما هم عايزين نرواجه لا قبل المصابقة خالص انا مش هلعب البطولة العربية زي النادي قالي انا مش هلعب كاس الرابط من اول الموسم مش هلعب دول مش في اجندتي عشان الضغط وقالف اجندتك ما تحطنيش بقى في اجندتك طيب المادة السابعة من لقاحة العقوبات في الاتحاد المصري لكرة القدر انا بتكلم على الاتحاد لانه صاحب البطولة المادة السابعة عنده بطولة ان الفريق اللي ينسحب من مباراة الصوبر يتحرم سنتين تالياتين ويتغرم مليون جنيه المادة اللي بعدها على طول الفريق اللي يعتذر عن عدم المشاركة يتحرم سنة ويتغرم نصف مليون طيب نادي الزمالك هو صاحب الفقرة دي طيب بص بقى هو دي فصارت نفسها لما يعمل فقرتين ولك الانسحاب كذا والاعتذار كذا يعني الكيس مختلف اذا هو فرق بين الاعتذار والانسحاب يبقى الاعتذار اما انت بتقول لي من بدر انت خلاص انت اللي من حقك تلعب فجيت قلتي لي بس انا مش حالا طيب هنا يا جماعة انت وصفت الزمالك انه ايه قد اللايحة وقد البندين اللي ورا بعض عشان كده انا بقول لكم يعني هو الاهل بيطالب ايه بيطالب الناس تحترم اللوايح المنظمة مش ما فردش عليكم اللوايح وما جابش حاجة برر نص انتوا بعدت لنا لايحة بتقولولنا احنا وكل اطراف المنظومة احترام اللايح انا هحترمها بس شرط ان انت تحترم سواء هي علي او على الزمالك او على بيرامز او على اي طرف الاساس فيها احترام اللايحة لانه ده احترام للمنظومة اللي انت هتفرضها عليها اذا وصفت الزمالك انه معتذر مش منسحب فهو لا يجب ان يشارك السناد السناد مقوف وعليه نصف مليون جنيه وعليكم مطالبة بشفافية اعلان العقوبات والتحصيل الديون اللي محدش بيعرف لها حاجة وده برضو جزء من عدم احترام اعضاء المنظومة لانه لما بتيجي في القياد بتلزم الاندية ده انتوا السنة اللي فاتت الحج جمال علام الراجل الصعيد يخلى بتوع اسوان استلفوا علشان يجي يدفع الفلوز باعوا لعباتهم وباعوا لعيب عشان يعرف يسدد اللي عليه في الوقت اللي فيه اندية ما بتسددش اللي عليها خالص فيه اندية على ستين سبعين مليون جنيه مديونية من الشافذات انت تطلع تقول للناس المديونات بتتجدول ولا لا والتسهيل اللي انت مشكورا بتديها لاي نادي اديها للكل ما بتعممهاش ليه ليه ما بتتعممش جينا في الصوبر طلع الاستاذ ايهاب الكومي وهنا ايهاب الكومي عضو مجلس ادارة الاتحاد وطلع العميد سروة تسويلم عضو مجلس ادارة الربطة وكأن الصوبر تفرق دمه بين القوائد هو مين صاحب الفكرة الجديدة دكتور ايهاب الكومي قالك احنا هنستحدث بطولة جديدة وبالتالي الزمالك ممنوع او موقوف في موراة الصوبر بس الصوبر انتهت خلاص اتلغت اللي جايب يعني سميها سوبر السوبر حيسميها ايه قالك نسميها النخبة وحنشارك فيها باربع فرق ليه عشان الاتحاد عايز فلوس هو ما قالش الاتحاد عايز فلوس بس انا بقولكو تفسيراتهم ليه انهم ما عايزين فلوس لا مش بس كده استاذ ابراهيم فلوس ايه حقولك حاجة بس عادي ما احنا نقب قدام كل حاجة استاذ ابراهيم ما احنا مش بناخد منطقهم ونسرابه استاذ الكومي الحقيقة يعني يبهرني بتفسيراته استاذ الكومي هو صاحب الحق مش سروط في التعليق على ماتش السوبر الا اذا قرر الاتحاد اسناد السوبر الى الرابطة يبقى الكومي ما اتكلمش يبقى استاذ سروط مش من حق يعلق على موضوع السوبر واحد منهم وانه هنا ارى ان صاحب الحق في التعليق اذا كان له حق هو الكومي ولكن ماذا يريد ان يقول هو عايز يقول احنا عم محتاجين فلوس هو انت اكتشفت انك محتاج فلوس فجأة ايه اللي بيه النظام اعصاد ابراهيم ودي عشوئة الرياضة انت بتفاجئني بنظام مرة خمسة وعشرين مرة تلاتين مرة قيمة خمسة انتظار مرة اعارة مفتوحة مرة اعارة مقيدة مرة قيمة الانتظار كل دي كل ما تعمل تفاجئني بها المفروض كل تعديل تقول ايه اعتبارا من الموسم بعد القادم بدي لك موسم تزبط نخلص حتة بنخبة عشان انت بتقولي العشوائية السوفر انا رجعلك ليه دي اه انا ليه بقولك الصورة دي عشان اقولك مش من حق يقول اني ليه بيجيبلي فلوس طيب انت النهاردة السوف والله هتشرح اصاز براهيم بس عشان خطري لازم الناس لبقى فاهمة هو الاهلي ايه اللي مزعلوا هو الاهلي زعلان ان الاتحاد يعمل بطولة من اربع فرق لأ بس يعملها من الموسم مش اللي جاي اللي بعدين بعدين نشوف بقى كمان العقوبات هتنطبق عليه مش هتنطبق عليه دي زاوية تانية لكن فكرة انك تعدل في المسابقة فجأة ما ينفعش لانك انا النادي الاهلي السنة الجاية ده مش النادي الاهلي الكرة المصرية عليها عبء ضخم جدا وعملين نقول نزلوا بعدد الاندية او غيروا النظام ثم حاططلي مباراة السوبر بدل ما تبقى مباراة تبقى طلع مباراة لكل فريق ازاي الكلام ده ازاي باي منطق انت بتخطط لي ايه فين مصلحة الكرة اصاز براهيم فلوس هين اللي انت عايزها وبعدين انت لما تكون عايز فلوس اقول لي بقى طيب انا هتشترك ايه جوايزك في هذه البطولة عشان انا اشترك وادعمك طب لا ما بتعقبش ما ممكن ايه فريق يقولك طب انا اشترك ليه وانت عارف انك انت لما بتكسب ايه بطولة من دول بتصرف من جيبك انت بتاخد الجايزة بتاعتها بتحط عليها مراتين او ثلاث مرات اضعاف عشان تكافئ الفريق الذي فاز مفيش هذا النظام انت ساذ ابراهيم موضوع السوبر ده هو الذي كشف وعر العشوائي اكتر ما هي مكشوفة يعني طيب انا بقولك فجأة قالوا خلاص هنعمل بطولة للنخبة اربعة مين اللي حيشارك الاربعة قالك بطل الدوري وبطل الكاس وبطل كاس الرابطة وفريق رابع تحدده الشركة الرعية لا اسباب تسوقية الاهلي بطل الدوري بطل الكاس لم يتحدد بعد بطل كاس الرابطة سيراميكا الفريق الرابع لما تقلهم بس الزمالك موقوف قالك لا الزمالك موقوف في البطولة اللي هتتلغي الصوبر دي هنسميها النخبة والزمالك هيستدعى من قبل الشركة الرعية باعتبار لا اسباب تسوقية هنا مش واخد باله انه مبدئيا عنده نص صريح في المادة اللي انت شفتوها دلوقتي وهاردهاركو تاني برضو في لايحة العقوبات انه على الناديين المشاركين في البطولة تنفيذ الحقوق التسوقية والتجارية المنصوصة عليها بين الاتحاد المصر لكرة القدم والراعي في شروط المسابق بالكامل وفي حالة عدم تنفيذ الالتزامات يوقع على النادي المخالف الغرامات المالية التي توقع على الاتحاد من قبل الراعي يعني انت جيت عملت مباراة الصوبر في الامارات ده بخلاف العقوبة الادارية ده بخلاف العقوبة المنصوصة عليها انما انتسحاب نادي او اعتذار نادي حتى اخلي بحقوق الاتحاد التجارية قبل الشركة الرعية فقال لايحة قالت لك النادي اللي اعتذر واضرب هذه الحقوق يتحمل هذه الغرامات يعني لو الشرك الرعية قالت الاتحاد الكرة انت الطرفين ما اشتركوش اللي هم البطل والبطل انت سيابتك عليك غرامة خمسة مليون جنيه يحملها للإعتذر او النساحة